موسيقى في سنة 135 ميلادي الامبراطور هدريان دمر كل المدينة ودمر أيضا المنطقة وبنى فوق الموقع فوق المكان معبد للإله المشتري والزهرة آلهة وثنية ظنا أن المسيحيين رح ينسوا المكان لكن عندما جاءت القديسة هيلانا أم الامبراطور قسطنطين وسألت الناس المحليين أين مكان القيامة أين مكان الصلب وطبعا ابتدأوا بالحفريات فعندما هدم هذا المعبد وجدوا مكان القبر المقدس وعندما عملوا حفريات أكثر وجدوا أدوات الصلب وأذا بتفوت في كنيسة القيامة في درج بينزل إلى أسفل كان المدخل القديم لكنيسة القيامة عندما كان معبد في أيام هدريان في منطقة الصليب اكتشفت الصليب في هذا المكان وطبعا أصبح المكان مكرم ومخلد لهذا الحدث طبعا في تشابلز كتير في المكان اللي بتذكرنا في مكان الجلد مكان الكفن في مدخل الكنيسة بتشوف مكان الكفن المقدس وين غسلوا جسد الرب يسوع المسيح والجدير بالذكر أنه هذه الكنيسة بيملكها ست طوائف تلت طوائف رسمية اللي هي اللاتين والأرمن والروم الأرتودوكس والطوائف الأخرى هي الأقباط الأرتودوكس والسريان والأحباش في هذه الكنيسة وطبعا فيه أو مواقيت معينة بكل فترة كل طوائف بتيجي حتى تقوم في وسائل العبادة والترنيم مثل ما بنسمع بالخلف أنا بشجعكم تزوروا هذه الكنيسة لأنه فعلا هي كنيسة القبر المقدس وكنيسة القيامة ليس هو هاهنا لكنه قام اشتركوا في القناة